اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الالتزام بالاجراءات ليس خيارا من بين خيارات متعددة بل هو واجب وطني ومسؤولية يجب ان يتحلى بها الجميع بما يحفظ على صحة اسرهم ومجتمعهم ووطنهم لعودة اعداد الحالات القائمة للمعدلات الامنة مع الاخذ بالاعتبار ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مملكة البحرين اثبتت فاعليتها بالارقام والبراهن العلمية والعملية نذكر بان التطعيم تحصين لك ولأسرتك ومجتمعك فبادر بالتسجيل الان عبر موقع وزارة الصحة الاليكتروني او عبر تطبيق مجتمع واعي كما ان التطعيم يسهم في زيادة عدد الاجسام المضادة في الجسم ويخفف بالتالي من شدة الاعراض عند الاصابة بالمرض لا قدر الله احصائيات مملكة البحرين بيينت بان نسبة 99.2% من الحالات القائمة الان لاشخاص لم يأخذوا التطعيم بالمقابل اقل من واحد في المية صفر فاصلة ثمانية في المية من الحالات القائمة المصابة بفيروس الكورونا هم للاشخاص اللي اخذوا التطعيم هذه النسبة اتوقع يعني تبين كفاءة التطعيمات المجازة في مملكة البحرين بدون اي شك اكدنا اكثر من مرة ان اللقاحات اللي استخدمنا في مملكة البحرين بدليل وجودها بانها امنة وفعالة وساعدت في تقليل احتمالية الاصابة وكذلك شدة المرض في حالة الاصابة بهذا الفيروس الالتزام بمسئولية وطنية ومضاعفة كل فرد مسئوليته وحث من هم في محيطه الاسري والمجتمعي على ضرورة الحرص على الاستمرار بالاجرات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية يجعل من منحن الوباء يسير نحو التصطيح وإلا فان التقاوس في اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتهون في تطبيق الاجراءات الاحترازية يجعل من رقعة انتشار الفيروس تتوسع الامر الذي يترتب عليه ضغط هائل على الصفوف الامامية وارتفاع صادم بعدد الحالات اليومية وزيادة الوفايات لا قدر الله اشتركوا في القناة